كان الأصبجي من أكثر الموسيقيين معرفة بأسرار آلة العود وكان صاحب مدرسة في العصف على هذه الآلة العريقة تجمع بين ملامح الأسلوب القديم الذي يقوم على أداء القفلة المحكمة وتصوير المقامات الموسيقية على أكثر من درجة صوتية ووضوح النغمات وإشاعة جو الطرب وبين الأسلوب الحديث الذي يقوم على المهارة والبراعة في التعبير عن العواطف والأحاسيس وقد تتلمذ على الأصبجي وتأثر بأسلوبه عدد من مشاهير أهل الفن أمثال محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي وفريد الأطرش ومن الموسيقار محمد الأصبجي نستمع إلى هذه التأسيم على العود مقام حجاز كار اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة